اشتركوا في القناة 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 مزيانة. ما كانش عندهم ماديات. ما كانش كي يلقى واحدة فلس القهوة. يعني هي كانتك تخلص على راسها هو كي يخلص على راسه. هو كان كي يقول لها غير نشد ديبلوم ديالي. غير نتخرج من الجامعة. اول ما نخدم غادي نجي نخطبك. كي يقول لها واحدة نتصيرها غدا تكون يشدتي اصلا ديبلوم ديالك. وانا وياك بجوج بناء غادي نتعاونوا على الحياة ونبدأوا من السفر. حتى هي عود كانتك تقول له ان شاء الله ما يكون غير الخير. هي كانتك تبغيه. وكانت لحدها اللي طموحة بزاف. قراءة ديالها كانت فيها متميزة. الاساساتيدة كانوا كيبغيوها بزاف وصحابها كي يحترموها لان فعلا كانت تعطيها الرأسها قيمة كبيرة. مهم وصلت لعام التالت ديالها. ودك الوقت كان خاصة ضروري الدوز ستاش في شي شركة اللي تكون ادوان تخصص ديالها يعني المعلوميات والبرمجة. باش تكتسب شوية الخبرة. المهمة هي هيatersى لكانتك اتقرأ. بدتك تدفع الفول الافلامية اللى المجموعة كبيرة ديالشركات. والشركة اللى كانوا كبار. لان فعلا في لبنان في الوقت ما بين الفين وثuyorum وسافل عشرين. الشركة اللي قدوا يقوموا، الشركة اللي قدوا يقبوا في السوق هما فعلا شركت كبار. شركاة عندهم التقل ديالهم والوزن ديالهم فالبلاد. شركات اللى عندهم عسل المال ديال مشى اسهل. اغلبية المعاملات هذه الشركات كانت اصلا خارج لبنان. يعني كيتعاملوا مع دول اوروبية واحتى دول آسيوية. ودك شى اللي كان? هاد الشركات قد رؤوا ان هم يبقوا في السوق وحتى هما ما يوقعون لهمش ازمات ومشاكل مادية. اللي بدفعت لوحدة الشركة الكبيرة ومعروفة بزاة في لبنان. فعلا غادي يوافقوا انها دوز عندهم استاج. استاج هادا كانت لمدة ديلة شهرين. مشتبش دوز هاد تطريب هادا. وباقي لها عود لعام الرابع في المدرسة العليا اللي كانت كتقرأ فيها الانفورماتيك. الاساس باش تاخد ديبلوم ديالها ديال مهندسة. بدأت في السطاش. وكانت نشيطة بزاف. هي اللي لك جيل الشركة كانت تبكر. انها كانت مهتمة بجميع التفاصيل. يعني كانت بغى تعرف كل شي. اي حاجة بغى تعرفها اي حاجة بغى تفهمها كانت مشي تسؤول عليها. الطموح ديالها كان طموح كبير. كانت بغى تتعلم. بغى تزيد الكتام. الناس اللي في الشركة عجبهم الحل لانها كانت كتضغية كتفهم شنو ضاير في الخدمة. وكتدير في خدمتها المجهود كبير. وكتدير خدمتها على احسن وجهة. وش حال موظف تم ها في الشركة كانت كتدير هي خدمته. ما كيصبح الصباح حتى كتكون الخدمات عندها ناضية. كان عندها البلسة ديالها. كانت تمشي للدار وكانت بقى قاسة اخد دامة حتى كتكمل الخدمة ديالها كاملة. كانت تكمل الخدمة بعد كتبشي تنعس. وما كانت نعش تزار في غير واحد ثلاثة ساعة تقريبا. اللي غد اللي في الصباح كانت تتفق عودة بكري. كانت تصاب شعرها. كانت ديال مكياج ديالها. كما قلت لكم. هي اصلا كانت وحدة اللي زوينة في وجهها. مش حال ديال الموظفين في الشركة. حاولوا في هذه الفترة انهم يتقربوا منها. تعرفوا عليها. او يربطوا معها علاقة. ولكن ايضاف كانت داخل سقراصها. بديها غير في خدمتها. يعني سيدة. وغادا كود. احتاج النهار اللي غدأ تتلقى فيه مع واحد الشاب اللي اسمته ياسير. هادي ياسير هذا هو ولد من الشركة. وفي نفس الوقت هو من الناس اللي كانوا كيديروا لك شركة كيسيروها. يعني من الناس ديال الادارة. يعني واحد اللي يمشي الخدمها كاملة. قلس هو ويها. وبدأت كانت شرح له. كانت تقول له هادي خاصة تكون هكا. هادي عندي له له هكا. هاد الخدمة خاصة بحال هكا تكون. مهم كانت وحدة اللي منظمة الخدمة ديالها مزيان. وياسير اصلا عجبات وخدمتها. وعجبات وحتها هي. بدأك يحاول يتقرب منها. ولكن هي من النهار اللي دخلت للشركة. كانت سمعت عليه واحد الكلام انه واحد اللي يعني خفيف شوية. زهواني. وفي الخدمة كيتسيف عليهم. يعني الخدمة خدمة. والشخصي شخصي. ولكن رغم ذلك الشيء حاول انه يتقرب منها. قابغ يتعرف عليها. خضر الرقم ذلك لها من عند الناس اللي خدمت في موارد البشرية. وبذلك يسيفت لها مساجات في الواتساب. مرة يدير تستبدال الخدمة. مرة يقول لها اجي عندي للبيرو. المهم السيد كان بيليها شوية. ولكن الاف كانت تردى مع الباب. كانت دايرة مفرص هاتشي حاجة ومفاهماش اصلا. كانت ترمع بجدية. وفي الحدود ديال الخدمة. ولكن من اللي عرفت انه باغي تقرب منها وسيد ملح عليها بزيال. ولا تكتل باسم زيان. كانت تصاب شعرها. كانت تجي للخدمة ضاوية. كانت تشعر. حتى الواحد النار جاء مباشرة. وقال لها انا بغيت نتعش معك هذه الهيلة. ايضاف قلت له اسم حليا. انا جاي لها الشركة. باش ندوي السطاج ديالي. باش منكمل تعطيوني التوصية تعطيوني الشاهدة ديالي ومشي في حالاتي. انا ما بغي لصدر لمشاكل. ما عندي غرض بالعلاقات. وانت هو كل شيء وانت اللي مسيرها. ولكن انا عطر مني على شيء حاجة اللي انا ما بغيهاش من الاحسن من ده بمشي في حالاتي. نمشي وعطى الله الشركات في اندير السطاش. فعلا ياسير قال لها شوفي. على خاطرك. ما بغيتش تخرجي معي. انت حر. ولكن في نفس الوقت كل صباح كانت عايت لها البيرو ديالي. كانت تلقى جايب الفطور. كان يقول لها اغادي الفطرانوية كالصباح. كانت يقول لها عندي خدمة بغيتك تصعيبها لي. عاونيني في هذا الشيء. عاونيني في الاخر. ولكن الف كانت كتلس تفطر معه وهي ما عايش بها حال. كانت منزعجة شوية. كانت تقلس وما كتاكل وما كتشرب قهوة ما كتدير حتى شيء حاش. كانت تلقى جاسة وموطرة. من اللي يقول لها عايش ما كتاكل ايش كانت كتجاوبه وكتقوله شوف انا جايل اللي هنا باش نختم. اما الماكلة ارا عندها بلاصة ماشي في الشركة. من اللي كنكون بغى ناكل? اما كنمشي بوحيسي المطعام. او كنمشي ناكل في دار والدية. مهم السيدة كانت حاضية صوارها مزيان معها. يأسر ما عمره طاح في شيء وحدها مزيرة بحالها. يعني اي وحدة كتجي عندها مشتركة. سواء كتجي التوطف ولا كتجي باش ترستاج. كان كي حاول يتقرب منها. كان جايل بحال لك شي ديال زير النساء. اللي كتجي كتبقى واحد المدة. كيبقي لحالها وكانت شد مع الخط. مهمة الاف لكي عايت لها افتعيفون كي حاول انه يتقرب منها بجميع الوسائل. ولكن السيدة ووهلو. ما اعطيتوش فرصة. يعني كانت حاضية منه بزاف. هاد شي حمقه هو. اخ الله يقول لي بغيها. ودأت لي. حتى الواحد النار جاء عندها مباشرة. وقال لي شوفها بيت الناس. هنرى هزيتك وحطيتك. وراقبتك مزيان. وعرفتك انك بنت ماشي ديال التفليا. انا طلقت بزاف ديال البنات في حياتي. درت بزاف ديال العلاقات. ولكن واحدة بحالك. ما امرش فتها. وهذا الشي علاش قررت. اني غادي نجي نخطبك من داركو. ايا سير فاشفاتح الواليدين ديالو في هذا الموضوع. بقال لي شوفها ولدي. الى بغيتيها. الى عجباتك. الله يكمل عليكم بالخير. هي واحدة مؤدبة قارية. بغا تدير مستقبل ديالها. بديها في خدمتها. ورغا تشد قريبا الديبلوم ديال المهندسة. يعني رأيها وحدها في المستوى. ولكن امو واختو كانوا رافضين تماما هذة زواجها. خطو اللي صغر منه كانت تعملها معه في الشركة. وكانت كتعرف مزيانش كونية الاف. قلت لمها شوفها الواليدة. هاد البنت هذي اللي بغا خويا. امها راها كتقرر معلمة. وانا راك اعرفها مزيان. ومن اللي شفت خويا كيتقرب منها. سوالت عليها. هي واحدة اللي ماشي من مستوى ديالنا. وانا اصلا ما عاجبانيش. اضغط لي اسمي تاكيندا. كانت مغيالة شوية. خصوصا انها الاف كانت حسن منها في زين بزاعة. الام ديالهم اللي حرجتها بنتها. تاوليد الله. انت مليك تي صغير. واحنا مواعدين بنت خالتك. انك لدي تزوج بها. بالمناسبة هاد بنت خالته هذي. راح تهي عود خدامها معهم في الشركة. يعني شركة ديالهم كانت شركة كبيرة. وقال عائلة خدامين فيها. سواء اولاد امه. بنت خالته. اخته. كلهم كانوا في مجلس ادارة. وكلهم كانوا كيسيروا لك شركة. هاد بنت خالته كانت سميتها روز. حتى هي كانت كتعرف ايلف مزيان. وكانت كتتعامل معها. يعني كانوا كيتعاملوا معامل اصطحيها كيها الدوسيها كيها دمينة بصوبها دي. مهما كانش بناتهم شي علاقة مقربة. وما كانش كتبغي تتخلف الحياة ديالناس. العكس ديال الختول اللي اسمي ساكين ده. حيات دياللي نوضت علي هاد الحرب كاملة. وقالت لهم ابدا ما غادش يتزوج بيها. امها عود مشات معها في الخط. قلت له شوف. انا ما امشيش معك باش نخطبها. لا بغايت يتزوج بيها ضب الراسك. قضي غرض. باش نمشي معك انا نخطبها لا. ما ننزلش لنا داك المستوى. ولكن بباقى قالوا شوف اولدي. البنت ما فيها ميتعب. يعني لا بغايت يتزوج بيها. انا غادي مشي معك ونخطبها لك. انا اصلا كنت كانت سنة غير نهار اللي تقرر انك تزوج فيه. ولهضرة ديال الام دياللي ما اديها شفية نهائية. شوف اولدي مستقبالك. وشوف البنت اللي انتغى دي ترتاح معها. فعلا هو الاب ديالو. مش شو عند الولد ديال الام. وغادي يخطبوها. والد ديال طبعا. كان هو فرحان بززاف بها تزوجها دا. ان الشاب ميسور. وقرر عنده شاركة. اما داك الولد اللي اسمي سم حمود. اللي قلت لكم قبيلة انه كان مهائل في علاقة. ارماته. ما عقلتش عليه نهائيا. النهار اللي عرفت ان ياسير بغي تزوج بها. شنو قسرت ادي. اعيدت له في تليفون. وقلت لشوف اخويا. ذلك الشي اللي كان بناتنا. تسالة. خالتي وخالتي كنت تفرقوا الخالات. انت اود الناس من طريق. وانا من طريق. اصلا ما زل ما كونتش رأسك. انت ما زلت طريق قدامك طويلة. وانا بغا نعيش. بغا نعيش مستقرة مع الديان ومرتاحة. وانا وياك ما بقى تبناتنا حتى شي حاشا. محمود قال لا. انا كنت تقوليك تبغييني. وانا كنبغيك. انا ما عمريدت لك شي حاجة خيبة. وانا كنت تقول لك انشت الديبلوم دي اللي واعدين نخطبك. ونكافح وانا وياك. واني شوحياتنا بجموعين. ولكن الف قدتوا انا ما مستعداش لتمر. انا بقى نتسلناك. هاتش الديبلوم دي لك. وثلاث خطان. وعاد نبدأ ونكونوا راسنا. انا ما عندي لش هذا الشي هذا. الا بقيت نتسلناك حتى نكون اصلا وصل اتنين وثلاثين ولا اربعة وثلاثين انا بغان نزوج بكريه. بغان نزوج صغيرة. بغان دير وليدات. بغان دير مستقبل ديالي مع الشي واحد اللي يكون اصلا مرتاح ماديا. مستقر. مهم اولد الناس هاتش اللي بناتنا سهلة. والله يخليك. نساها دنبرة. وما تعاود اشتعيط لها. ديك ساعة تبلوكاته من التليفون. بلوكاته من الواتساب. ومن اه مقاع لكم ديالها ديال الوسائل بتواصل الجمعي. محمود ما كان فيها نحتاشي حشان. تخلف واحد دوامة اللي كانت صعيبة لان السيد كان متعلق بها. كان كيبغيها ديال بالصح. وهي كان مرتبط بها كتر من القياس. تخلف واحد الاكتئاب اللي كان صعيب. الولد ما بقى بغيه لا يخرج لا يدخل. ما بغيه ضرر مع هاتشي واحد. حتى الدراسة دياله اهملها. المستوى دياله من قصب الزاف. ولكن اي لايف ما مسوقاش. كانت بدات اصلا توجد العرز ديالها. البابي اللي علي اسم اللي جا عند اباها وخطبها. قل لهم ما تهزدوا الهم لحتاشي حاجة. والدي عنده الشقة دياله. طارت ما دياله واجدة. مجهزة من كل شي. احنا ما خاصنا حتى شي خير. قبل مؤيمة ان ابنتك تكون دخل عايز وقراتها. طلع لي فولدي. تعاملهم زيان. وتولي اذنينها وليدات وما خصة اخر. ولكن اي لايف كان عندها واحد الشرط انها تكمل العام اللي بقى لها ديال القراية. قلت له. من بعد ما نشت ديبلوم ديالي. يعني تولي مهندسة الدولة. قلت له مرة انا بغيت نكمل. يعني تكمل في مستقبل ديالها. وتدبر على خدمها. قلت له ماشي ترمت تمارا هاد الوقت هذا كامل. قرأت هاد الشي كامل. وفي التالي ما نخدمش. عبد ياسير قال لها شوفي ماشي مشكلة. انا شفتك اصلا وشفت الخدمة ديالك. وشفت كيفاش انتي ملتازمة في خدمتك. كيفاش دايرة. مهم بغيت تخدمي بنيهانية. وما تخدمي فينا. تخدمي اصلا في الشركة ديالنا. احنا اصلا شركتنا راح نخدمين العائلة غي بيناتنا. مهم تفاهم على كل شي. حطوا النوقات على الحروف. عاد كمله ذلك الزواج. وفعلا دالها واحد للعرس كبير. عرس اسطوري. لبنان كلها بقى تتعاود على ذاك العرس اللي دال لها. كل شي بدك يعاود على ذاك اللبسة. ذاك الفستة اللي شرع لها. المجوهرات اللي اهدهم لها. يعني كانت مجوهرات غالية وغالية بزر. ديال الحوايج اللي جاب لها كانوا تمن ديالهم طالع وطالع بزر. اكنش حوايج اللي وصلوا لثلاثين الف دولار يعني ثلاثين مليون مغربية. يعني الخاتم بوحده. كانت فيه واحد الحجرة من الاحجار الكريمة ليس ساويس بلد الفلوس. اما الشقة اللي سكنت فيها. كانت في حي راقي بزاف. الشقة مؤتة باخر مكاين. الف كانت حاسة براسها بحال لغي كتحلم. طالع الحوايج اللي شرع لها تسيت هذا. والطوموبيل. اللي هدها لها يعني ذاك شي اللي ما عمرها ما حلمت به. هي كانت كتقول لون كم القرائتي. انت وضف. والاكسة عادي يجيب الله ولد الناس. ما عمرها توقعت. انها كبير ما تكمل حتى القرائية ديالها. عادي يجيب الله هاد هاد العريس هاد. هاي يجيب الله هاد ولد الناس. يا اصلا بقي سنة. زوين. ولد عائلة. وفي نفس الوقت. كل نجوم السنة. يهبطهم ويعطيهم لها. اياويا ما خلوا حتى شي بلاسة. يكلمش في فرنسا بلجيكا اسبانيا. يعني كل شهرين كان يديها تسالف شي بلاسة. يدوز واحد سيمانة. ويرجعوا عاود للخدمة. في نفس الوقت. كانت كتمشي عاود عندهم للشركة. وكتكمل تستاج ديالها. هاد الوقت هاد كانت تكملت تستاج ورجعت للمدرسة ديالها. ورجعت على اساس. باش تتكمل ذاك العام اللي بقي لي هاتبنا. ومع ذلك. كانت دائما. كانت ضرب طليلات في الشركة. حيث بغى تدير بلاست هاتبنا. تفهم شن واقع اصلا في ذاك المطبخ. العلاقة ديالها مع اخته كانت تقريبا مقطوعة. كيندا هي اخته الصغيرة. كانت ما حمله هاش. وهي من بعد عرفت بان كيندا ما كانش بغاه تزوج بها. لام ديال العريس حضرت العريس دياله صحا. يعني كانت حاضرة. وفي نفس الوقت ما بغى تهضر لا مع العائلة ديالها ولا مع هيا. جاءت غير على عيني الناس وصاف. باش ميقولوش ان الام دياله ما مغافقاش وذك شاش محضرش. اما بنت خالته كانت وحدة اللي شادة سوقراسة. كعالمية. عضرة ديالها قليلة. وما كانش بنتها وبين الاف شي علاقة لي كبيرة. الاف كانت عارفة ان الام دياله كانت ديما كتقول له غير توصل للسن ديال الزواج. قد ينزوجك بشي وحدة من العائلة. كانت كله ما بغيت شي وحدة برانية. دخل علينا. تعرف الاسرات ديالنا. ما بغيت شي وحدة تزد علينا في الشركة. ولا ان ياسر دار غير داك الشي اللي فراشه. وتزوج بالبنت اللي كان باغي. ما يمقات الاف مكملة حياتها يا وياه. وكانت عايشة واحد اللي ما عمرها حلمت بها. الضار ديالها كانت كتجي عندها واحد مساعدة من ثمني ديال الصباح. حتى السبعة ديال الاشياء. كدير الشغال ديالها كاملين. او فلاشية كمشي في حالتها. وهذا الشي بطبيعة الحال. بناء على الرغبة ديالي ياسير. قال لها لما بغيت شي وحدة اللي تبقى عايشة معي في الطار. انا كنبغي ناخد راحتي. في الليل كنبغي انجلسوا وانوية كايب وحدتنا. نقصروا نصهروا. تفرجوا في شي فيلم. نقولوا اللي بغينا. نبسوا اللي بغينا. تكافوا الكنابة. ولبقت معنا المساعدة في الضارة تبقى مضيقة علينا واحد شوية. وعن قوديمة ديال محسابها. لا في الهضراء ولا في اللباس. فعلا بقوكي قلب واحد تلقى واحد سيدة للاصل ديالها السوري. السيدة سن ديالها 28 عام. واحدة اللي حادقة كانت كطيبة مزيان. الشغل ديالها متسقون. او في نفس الوقت ما كده دراء ما كدجيب هدراء. يعني كتخدم وساكتها. كتكمل الخدمة مع السبعة ولا الثمانية ديال حالتها. بحكم ان السيدة اصلا مزوجة وعندها ثلاثة ديال الوليدات. ياسر كان مرة مرة يسافر على مرة. بعد مرات كمشي لفرنسا. بعد مرات الالمانيا بحكم ان الشركة ديالهم عندها علاقات مع بزاف ديال الدول الاوروبية. ودك شيء لاش? كان كيتحتم عليها انه يسافر. واحد النهار لات وحد صفريا لمدة ديالها تمنية. وكان وخاك يمشي دول يومين او ثلثيام بعد كي جاء في حالته. ولكن جاء واحد مؤتمر في المانيا. ودك شيء لاش تضر انه غادي يسافر المدة ديال التمنية. اي لف قال له اي لابغيتي تمشي لداركم الدوزي معهم هاد اليامات هاد السيمانة. نيانية. منت الماض بقيت تمشي للجامعة ديالك او تجي للشركة. يعني ولما بغيتش هنتي قاسة في الدار. اي لف قال له انا ما عندي ما نمشي ندير في دارنا. قاسة في داري مرتاحة. صباح غدي نمشي لجامعة ديالي. او في العشرية غدي نمشي للشركة. نرجع ناكل. وانطح الناس. انا اصلا كنجي مهدودة. او خاني نقلس بوحدتي او انبات بوحدتي اصلا. ما عن خاف ما وعله وغير عن حط راسي على المخدة غدي الناس. الغد اللي عاو تاني عا يتكرر نفس الروتين. عا يبدأ عاود نهار جديد. او في لندك شي لك. ايا سي المشي لالالمانيا باش يحضر دك المؤتمر اللي مشي له. وهي يبقى تمكمل على الروتين ديالها اليومي. صباح كتمشي لجامعة. مور الظهور او فلاشية كتمشي للشركة. كتبقى واحد شوية. طلع شنو كنتمه. وترجع مع الثمنية الدار ديالها. كتلقى المساعدة. يالله مشات او ما زالها كاينة وكتوجي دراتها باش تمشي. مساعدة كتحط له ذاك الشي تاكله. وكتنط تمشي في حالاتها الدار ديالها عنده نيداتها. دازت المدة دي ربعية. يعني ربعية ملا من مور ما مشا. هي سايل الالمانيا. واحد الصباح. المساعدة جات كيف العادة بزعمت ديال الخدمة ديالها. وديال منها في الدار. يا اصلا راها كتجي مع السبعة والتمية ديال الصباح. وغالبا كتلقى الاف خرجات مشات الخدمة. ولكن هاد المرة من اللي جات للدار. ودرت السالت وحاولت تحل الباب الدار. لقيت الباب ما كيتحلش. وهدي حاجة اللي جاتها غريبة. قلت مع رأسها علش الباب ماشي تحل. والزي ما الاف لان مدام ما تحلش. إلا والسالت كان فيهم الداخل. قال زي ما كيفاش وش هتصبح الاف ممشتش الجامعة. ودكشي عش ما زال ناعسها وقت في الدار. مهم قاعد كتطق ولكن حتيش واحد ما كيجابها. هنا غادي طلع الكونسيرج للعمارة. قال امالك شنو كين. هش هتطقها. قلت لورها المادام كندق عليها. ولاني راها ما كتحلش. وانا السالت ديالي انا دخلته خاك نحاول نحل به. ما كيتحلش الباب. هنا السيد قال لها ممكن انها تكون ناعسها. ممكن تكون كدوش. في السالت راها غالبا من الداخل مركبها. تسنى واحد شوية. وإلا كانت كينا فوز الطار راها تتحلك. مهم ديك المساعدة حطت الساك ديالها. اوقات قاسر الدروش كتسنى. قادت حتى وسط العشرة. وسط الحداش. ولكن تشي واحد ما حلاليها الباب. هيكل شوية كانت كدوق. مرة كدوق مرة تحاول صوني. ولكن حتى شي واحد ما حلاليها الباب. قلت مع راسها يا ابن الله عشان هو وقع الداخل. قلت مشي في حالتي. انتصل براجلها. وهو يتصرف. فعلا عيطت لزوج ديالها وقلت لها المادة مشيت عندها البطار. كان نضق عليها. كان حاول نحل الباب ولكن الباب راها ما كيتحلش. ياسير قال لنا راب راسي اللي بقيت كنا نهضر معاه. تدارت العشرة ديالليل. قلت لي صافي. انا دخل الناس. وهذا صباح رام اللي كان عيطت لها. راها ما كتجاوبنيش. هنا سيد عيطت لالاب ديالها. وصوله. قال له واش ايلاف. مجا شان تكون الطار. بجنو قال له. قال له لا. ايلاف راها دي مدة طويلة مجا شاننا. راها بيناتنا غير تسيليفو. الاب كله يكله بس. شنو واقع. قال له انت سيب رانا في خباري. الزوج قال له راها كان عيط الالاف را ما كتجاوبنيش. والسيتة اللي كتساعدنا للدار. راها جابت سوار ديالها وحاولت تحل الباب ولا اني راها مية في المية كان شي ساروس من الداخل. وهاد شي شك يعني كاني انه الالاف راها كاينة في وسط الدار. ورانا خفت لتكون واقع على شي حاجة. سيلي عمي بيتك وتأكد شنو واقع. فعلا. الاب ديالالاف هز موبيل دياله ومشانيشا للدار ديالبنته. وتأوام اللي وصلت مع اياما يدق. اياما يهرس الباب ولا اني احتشي واحد ما يجاوب. ديكسا قرر مع راسو انه يفرع الباب. قررنا عيد الكونسيارج تعاون معي ونحلله باب. الباب كان قاسع. تعاونوا عليه بجوج وبصعوبة باش تهرس ليهم. دخلوا للدار ولا اني لف صالون لف سيجور ما لقوا واحتشي حاجة. كل شي عادي. ديكسا مشانيشا للغرفة ديالنو. شربت ناس. وهناي الاب. غادي تصدم صدمة ديالحياته. لقى ابنته عليها تماما. حواجة كلهم سيبن احداها. مرمي احداها عاود. شي ملابس داخلية اللي ماشي هي هذه. شي ملابس كانت متيرة. يعني لا الحواج التحتانيين. ولا الحواج الفقانيين. شي حواج اللي كانوا في شكل. ملابس متيرة. بجاما ديالحياته هي كانت مرميه في الارض. ما هي مخرج الكونسيارج. السيد رمع على ابنته واحد ليزار. هز التليفون. واتصل بالبوليس. ديس غير واحد مدة قليلة. رجال الشرطة. غادي يجيهم هوا المصلحات ديال البحث الجنائي. وجامعهم احتط طبيب الشرعي. باش يديروا ختمته. بدور فعال بصمات. طبيب الشرعي يشوف الجتة. ما هي الفرقة كاملة كانت حاضة. حضرت صغير مر واحد اربع ساعة. من اللي سؤولوا الاب ديال الضحية. قال لهم بنتي. راها ديكتر مع عشرة ياما مش بتعش. من اللي سؤولوا شنو واقع. قال لهم راجل هرا في ألمانيا. كان عاي طوله ما يجاوبناش. اه السيد المساعدة رجات باش تحل الباب. ألقات كين شي سيروت من الداخل. ودك شي لاش تخلعنا. لاننا عارفنا بان ما زال الداخل. انا قلت مع بالي ممكن يكون القاز يعني كي اوقع شي تسرب ديال الغاز. شي حاجة بحلقة. قلت غادي نفرع الباب. باش لك انت بنتي وقع لها شي حاجة. على الاقل نعتقها نساعدها. رجال امن اول ما شافوا الجتة. لقوا فيها اكتر من 12 طعنة متفرقة على الجسم ديالها. ضربت في وجهها. في عنقاءة في كرشها. وواضح ان الحويج ديالها تحيدوا لها قبل ما تقتل بديك طريقة. لان ما يقلبوا الحويج ما كانوش فيهم الاطار ديال الطعنة تاني ما ما نقطعينش ومشارقينش. الملابس الداخلية كانت باينة انها ما تلبساتش. يعني كو كانت لبستهم وحيدتهم كان غادي يكون فيهم شي اطار. ولكن دوك الملابس الداخلية اللي كانت متيرة اه مغرية وواضح انها ما تلبس. ما تلبسش نهائية. غالبا شي واحد حتى تنفق ناموسية شي غراد ما. ما يبدو كيهزوا البصمات. كيشوفوا في الباب كيشوفوا في الشراجن ديال الدار. ولكن الدار اصلا جد في طبقة السابعة. يعني من المستحيل ان شي حد يدخل من الشراجن. مستحيل ان شي حد يدخل من البالو. انه سعيد. مهم بدو كيهزوا في البصمات. بدو كيقلبوا على السلاح ديال الجريمة. على التليفون ديال الضحية. ولكن ملقوا واحدة شي حاجة. الرجلها غير ساق الخبار لهذا الشي اللي يوقع. بدو يقلب على اقرب طيارة اللي اتوصل دغيال لبنان. يعني كانت تقريبا طيارة تقريبا واحدة من يدي السواء. فالوقت هذا كانوا هزول جلتا ديال الالف. دوها المصلحة ديال تشريح. طبيب الشرعي دال الخدمة دياله. وقال لهم ان الضحية شربت مادة مخديرة. يعني سيدا من اللي كانت الفراش ديالها كانت فاقدة الواي. ما عارفة اش واقها. هاد المادة مادة مناومة وانما مادة مخديرة. يعني المرأة كانت مرخية وما قادة اش انها تتقاوم ذاك الشخص اللي يدير فيها الشي. يعني وخي يدير مبغى. ما كانش عندها الجهد باش تدافع لرأسها. من اللي قلب الطبيب اشتراع له. يعني الضحية قلبها مزيان لقى انها دارت علاقة جنسية. وما كانش اعتار الاعتداء لان غالبا كانت مشف الوعي ديالها. الحواج اللي تحيده والملابس الداخلية اللي كانت فوق الناموسية. ممكن ان الجاندان لهم غير باش يموها الشرطة. ولكن في نفس الوقت كان احتمال انه يكون جا عندها شي واحد قبل ما يدير هاد العلاقة الجنسية معها. وقع بيناتهم شي مشكل. وقرر انه ينتقم منها. الزوج ديالها ووصل لبيروت. غير يوصل بش مباشرة لمركز الشرطة. قلوا له ده با غد يتبشي معنى الدار ديالك. بعد شوف تعاين وتتأكدوا ان تسرقت لكم شي حاجة ولا لا. شوف شنو المكانش. شنو الحواج المهمة اللي تهزت من الدار لانه كان واحد احتمال انها تكون القادية يراها على حسب السرقة. يعني يكون دافع الجري ما هو السرقة. ربما يحضق على مراتك. منور محلات له الباب. دخل عندها. وتخلص منها بدك طريقة. فعلا يسير مشا معمل الدار. بدك يقلب بيت نعاس يعني بلايس اللي يحطوه فيهم الفلوس او الدهب. اول حاجة لحظة هي ان الصندوق اللي فيه المجوهرات ديال مراته. واللي كانت القيمة ديالهم قيمة كبيرة 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 بزاف. ما كانش بلاسته. ما كانش. احتى المبالغ المالية. اللي دي ما كانت كتكون عندهم في الدار. ما كانش. حيث كان عندهم واحد الخزنة صغيرة كي يدعوا فيها الفلوس. الورقة المهمة. تيترات ديال الارض او الديور. مراته كانت تعاود حتى واحد البواطفة فيها جميع المجوهرات ديالها. حوالها. قسناسها. الاخواتف. احتى الفواتير ديالهم. دي ما كانت تقديرهم في ديك الخزنة وفي داك الكوفر. ما يكينوا واهلوا. الفلوس كانت تعاود واحد. الف دولار او الفين دولار كانت دي ما كانت تحطهم. يعني ارجون دوك بوش دي ما كانت تحطهم غير في الماريو باش يلاحسة شي حاجة. بغاد شري شي حاجة. كانت تحسسهم وصافي. الفلوس ليكيد تكون محطوطها تسمى. خصوصا ان لم يكن كوراج لها مسافر. كانت تزمن ديك الفلوس وكانت قطيك. لان الكوفر الذي في الفلوس كان فقط عن زوج ديالها. هي ما امورها قلبت فيه. يعني الفلوس اللي كانت تحتاجها. كانت تخليها أبار. قلب هو على الفلوس ما لقاهوش. قلب على المجوهرات ما كاينش. وهذا الشي اللي قال للشرطة. انا المحققين قالوا ان كاين واحد الاحتمال ان القادية تكون فعلا دافع ديالها هو الصريقة. ولكن اللي كان غريب هو كيفاش هاد شفر غادي يشرب مادة مخدرة لهذا المرأة. كيفاش هتنعز بديك الطريقة. بدهوا يقلبوك يقولوا ان ايليف ممكن تكون كتشرب شي مخدر شي منوما. ربما كيف عندها استرس ما تجيش الناس. كتشرب شي حاجة اللي كتريحها وتنعزها. ملي سهول وياسير قل لهم المرأتي وحدة لي ناشطة. كتبشي لجميع ديالها. كتبشي لختمتها. ما كتعرف لمخدرات. لا شراب. لا حتى شي حاجة. وما كتربشي كناد الناس. قال لهم وخاكت. كان خرجها نوياها نصارو. كان قول لها شرب يغيشي كاس ولا كباش نشطة ولا هذي. كان تكترف تماما هنشي. يعني الاحتمال ديال انها هي بيدة اللي تكون شربت شي مادة مخدرة. كان احتمال قليل الى ما قلناش منع دي. انا المحققين طلبوا منه دوك اه الفواتير ديال المجوهرات ديالها. دوك الفكتورات. حلوا الكوفر. اللقوا الفلوس اللي عنده غاية هذيك. وهي كانت ما بادة كبيرة. الوراق اللقواهم هما هذوك. حتى الفواتير الفكتورات ديال ديال لقواهم في بلاستهم. ديك ساج بدلهم الفكتورات. اعطاهم ليهم للقيمة ديال داك شي كانت تقريبا واحد ثلاثة مليون. مبلغ اللي ماشي سهل. هما اللي كان غابر هو ديال الف دولار ولا الفين دولار اللي طب. مهم بدهوك يحقوه مع الناس اللي مع في الشركة. الناس اللي معها في الجامعة. المساعدة اللي عندها في الدار. المساعدة شنو قات. قلت لهم انا ما عرف حتى شي هاشا. انا كان ديال خدمتي. مع السبعة ديال الاشياء. كان مشي عنده ليداتي. قاعد كنا مشي نشوف شنو خاصهم. نطيب لهم. ونقوم شغال ديال ديال داري ودراج لي. سبعة او ثاني كارجا نخدم. من اللي عيطوا عن الزوج ديال الضحية وسوله. قلنهم اه المساعدة اللي المحققين بدهوك يسولوا شكون اللي يقدر يكون جا عندها. شكون اللي يقدر يكون قتلها في ذلك الطريقة. خصوصا ان المرة ذيك الوقت. يعني في الليل كانت تدار مع الزوج ديالها بتليفه. وربقوا مجمعين حسن العشرة الليل. يعني هذا اللي يدخل عندها وصفها لها في ذلك الطريقة. راه دارها شي مور عشرة الليل. وهذا الشخص غالبا عارف اللي يكون شي. عارف تحركات ديالها. عارف ان رجلها مكيش. عارف ان المحققين دار واحد البحث اللي يشامل. من اللي يسولوا الوالدين ديال طاحية واخوتها. عارفوا منهم انها كانت تربطها علاقة غرامية مع واحد الشاب قبل ما تزوج بيسير. عارفوا ان هذا الشاب من بعد ما تزوجت علاف. الحالة دياله كانت صعبة تخلفوها الكتئاب. كان بغي انتحر. دراسة دياله مبقاش كمشي لها. يعني هو اللي يقوله في تائرة الشكوك والتيها. شكو فيه انه ممكن هو اللي يكون تقم منها ودار في هذه الحالة. من اللي اعطاهم الاسم دياله في كيسكن مش هو يسهولوا عليه. مهم عارفوا ان محمود اللي كانت كتربطه علاقة مع ايله في كبير متزوج. ما مبقاش اصلا كان في لبنان. اسمام الوالدين دياله انه مشى لتركيا لانه مقرر انه منها يدوز الاوروبا. وهذا شيء يوقع تقريبا هادي المدت دياله واحد الشهرين. فعلا بعد ما تأكدوا مشون مصلحة الجوازات ولقوا ان الوالد مشل تركيا ومارجعش نهائيا لبنان. الوالدين ديروا اكدوا المحققين انه مازال كين في تركيا. وانه راكي قلب لاشي طريقة يحرك بها الاوروبا. المحققين بقوا حيرانا ضايخا. هاد بيست هدايا ما خرجتش. اولي كان احتمال انه يكون دار في هاد الحالة. مهم رجعوا عند الزوج ديالها وبدوا يسؤولوه. شكلي كي جاندكم الطار? واش مراتك عندها شيء صحابات? واش مراتك عندها شيء عدوة مع شيء واحد? واش شيء واحد فيتهددها? شيء واحد كي يكرهها? واش شيء واحد كي يسالها شيء فلوز? ولا ان رجلها قال لهم مراتي ما عندها شيء مشكل مع شيء واحد. مشكل واحد وده مشكل عائلية بسيط كان عندها مع اختي صغيرة لسني ساكينده. اختي ما كنت تحملهاش. ولكن هاد الشي ما يمكنش يوصلها انها تقتلها وتتخلص منها بذلك طريقة. بالنسبة المحققين. اي واحد كانوا نشك فيه ممكن يكون ارتاكب هاد الجريمة. واي واحد دخل دائرة الشك خاص يجيبوه بش يحقوه معه. مش هوا عند الاخت ديال الزوج الضحية بدوك يحقوه معها. من يسؤولوا على ديك الليلة قد لهم انا ديك ليلة رميس دلائشية ونفضرنا. ونخرج منها نهائيا احتلغت ليه في صبح. ما اللي فقط فطرت ومجيت الشركة. ولكن المحققين قالوا لها مدى كتي في الدار. ضروري خاصك تعطينا شي دليل على التواجد ديك في الدار بتاكل ليل كامل. يطلق ما انا غادي نعطيكم الدليل. حين الفيلة ديالنا كلها مجهزة بالكاميرات. كينا كاميرا في الجرداء. كاميرا في الخلفية ديال الفيلة. كينا كاميرا تعود وسط الدار. نشوفوا الوقت ديالها. تشوفوا معايش دخالت ومعايش خرجت وغادي تتأكدوا من كل شي. فين عندك شلي داره. مش هوا بداوا كي يقلبوا الفيديوهات ديالكاميرات. ولقوا ان كيندا فعلا دخلت للضار في الوقت اللي قتليهم. ومولادش خرجت من نهائيا حتى اللي غدليه في صبح. المحققين هنا داخل. تلفو. اي بيست كيتبوها كتتخرجهم فائض. هاد شي ديال كيندا مفادهم والوف تحقيق. المجوهرات ديالاليف كان شي حاجة اللي سبيسيال. يعني مجوهرات اللي المركة ديالهم معروفة. تمن ديالهم غالي بزاف. ودك الشهلاش خاص يمشي دابر. لعندوك الساغة ديال المجوهرات. يقلبوهم كاملين خصوصا اللي كيتعاملوا في النغار اللي كيتعاملوا مع. كي يبيع ويشتريوا مع شي واحد بلا دك الروسي. الخاتم والسنسلرة كانوا شي حاجة اللي غالية بزاف. بقوا يراقبوا دوكرو بلايس كي يشوفوه الشي حد. عايجي باش يبيع ذاك الدهب. داز شهر الاول شهر التاني داز دربع شهور. ما عندهم حتى شي خيج جديد في التحقيق. حتى الواحد نار. غادي تفاجأ بواحد الاتصال من عندهم واحد صواغ في النواحد يا مدينة بيروت. هذا السائغ قال لهم راجع عندي واحد سيد. جاب لي مجوهرات اللي غالية ورا نشكيت فيهم. حيث هذه المجوهرات رها نادرة بزاف. والتمان ديالهم طالع بزاف. وهذا الماركة اللي فيهم را مستحيل ان الشي واحد يبغي بيحهم. تا واحد ما يسخى بيحهم. را نخليته على برة. وقلت لعمش انتص البول دي باش يجيب لي الفلوس. وفي الحقيقة أنا جيت باش نعيت لكم. وانقشت عندي. وحط عليه ليد. خصوصا ان هادلول دادا اللي جي عندي ما عنده لا فكتورات. لا ريسيب بودي للتهاب لا تشعج. من اللي سولوها الفواتير قل لهم حقارها فكتوراس خليتهم في فرنسا. نرى عيش فرنسا. وجيت للبنان. من اللي احتاجت الفلوس قلت ان باي حد دهاب ديالمراتي وانتوسها بيها. مهم هاد المبرر اللي قال هاد السيد السوا خلاهيش كفية كتر. وزادش كفية. من اللي فسول والفاكتوراس يقول له ما عنديش. قل له السوا خلاهيش لانا الثمن ديالهم رأيت احب الزافر. رأيت تحت قريبا النص. هذا ما عندك شري سيب بودي. وما عندك شري تمان لي هو هادك. الشاب قال له مش مشكل. اعطني على اللي عندك اللي بغيتي. المهم هو اللي قال فلوس باش نتحرك هاد الايام. ام اللي رجع لفرنسا رجع الخدمة ديالي. وديك سا نعود مراتي ونشري لها عود دهب من جدير. السوا خلاهيش ويجيب مع الفلس. هذا الشي اللي يجبت لي. انا بغي اشتريه من عندك. رجع جزوينة. مهم اعطاك كرسي. جاب له قهوار جاب له قريعة ديال الماء وبقى كيتهاول هو وياهم لها. كي اضرب طريقة اللي عادية باش مخليش يشك نهاية. ويا الله. كيتهاولوا. ورجال الام ندخلوا عليهم. السلام عليكم وعليكم السلام. شدو دك الدهب وقالوا هاد دهب ديالك. قال لهم اياه هاد دهب ديالي. جيت باش نبيعه. من اللي يسولوا هاد دهب ديال من هاد الشاب قريك يدور في عيني. دك سوا قال لهم رهد دهب قال لي رهد ديال مراته. قال مراته رهد زيار وجاباش يبيعه حيث محتاج شوية الفلوس. اهو ما يسولوا على مراته رهد. من اللي يسولوا قال لهم انا اصلا ممزوش. هاد دهب دهب ديالي. اعطتوا لي واحد البنت. من اللي سولوا شكني يا هاد البنت. قال لهم واحد البنت سنية روز. هاد روز اناويها على علاقات قريبا مدة ديست شهر. من اللي قال لهم روز. المحققين ديك ساعي طريق يسير. قالوا هاد جي عندنا دابة. او فعلا نجا عندها. من اللي شاف الداب قال لهم هاد دابة ديال المرات الاليف. وانا بيدي شاريه لها قطعة بقطعة. يعني عارفهم زيان. يعني اي حاجة نحطوطة هنا يا. الا وانا كان عارفها مزيان وكان حقا. انا المحققين قالوا لديك الشاب ان اذهب. ارام سروق. اذهب رديل واحد السيدة اللي سقتلت. وسرقوه من دارها. قالوا والد والاصفر. مبقاش فيه نقطة ديالت. قلوا ما انا هاد الشي اللي تقولوا. انا ما عارفها لي حتى شي حاجة. انا بغيت ندري واحد المشروع. والبنت اللي اكتناها في علاقة. جابت لي الداب. قلت لي بيعه. ودك الشي اللي يجاب لك بدير بيه المشروع ديالك. هاد البنت اللي جابت الداب قلت لي اتخوضه. يبيعه. يستر بيه الامور. وانا ما غد نطلب منك حتى شي حاجة. من اللي توقف على الرجال لك? ارد لي الفلوس ديالي. قال لهم هاد البنت را هي اللي كتصرف من اللي كنخرجوه من اللي كندخلوه من اللي كنخرجوشي بلاسة تسارع. ايال اللي كتسيارة ايال اللي كتحط كل شي. ايسير من اللي اسمع. الهضرة بان البنت اسمتها روز. بقى واقفه مجمد في بلاسته. روز را هي بنت خالتو اللي معا في الشركة. كي يقول غالبا اتكون هي. اكي يقول واش تشبوها اسمع. واش ممكن هاد بنت خالتي هي اللي تكون قتلت مراتي الاف. يعني كيف اش هتبط لها روز واحدة اللي مكالمية. قليلا. هو بينه براسه. كما عارف ان امليكا صغير هو روز كانت بنتهم علاقة مليكانه في السن ديال المراقع ولا كنت اكشين لاب ديال ديالي. وياها كانوا العلاقة. دوزوا واحد مدة ولكن مع الوقت فارقه. رو خمه كانت بغية تزوجه بها. ولكن ما كانوش كي بغيو بعدياته. كي يبان بانه ممتعلقش بها وهي ممتعلقش بها. المحققين قرروا انهم يجيبوا روز بطريقة اللي تكيها. هذك الولد اللي جابت دهب باش يبيعوه. قالوا له غادي تحزي تليفون ديالك وغادي تعيط الروز. كل هرانا بقى الدهب. وهذ اللي لارا قررت اني غادي نحساف لانويك. انا هذنهار غادي نعرض لك في شي بلاسة. ايه كوني هان يا رل. انا اللي عن خلص. فعلا الولد كانت نتعاون معه. انه كيدا داك شي اللي كيقولولو. بالنسبة ليه روز كانت تعطيها التهب باش يبيعوه. ويبدأ المستقبل ديالو. هو كان كيقول مع راسو. البنت كتبريني واي حاجة تلبسها غدستها لي. خضت تليفون ديالو وعيد الروز. قال شوف في دك التهب كله رانباته. وانويك هاد ليلارا غادي نمشي ونحتاف له بشي بالعاصل. هي في الول قلت له ما كيللاش. ما كيللاش تزيد سيارة فلوس. خايدك فلوس بدأ بها المشروع ديالك. ولكن هو كان مصر انه يتلقى معها. في الاخر وافقت. دار معه في هاد المطعم. مشالي. شوف هاد رايز سورو. اول مجلس دازل واحد عشان دقائق. ها يا رجع يا داخل. مع الدخل الشرطة شدتها. داروا لها الاصفال. داروا لها مينوت. وددوها معهم المركز الشرطة. ياسر اكد لهم ان فعلا هذه هي من دخلته. انا المحققين قالوا له. ده ما غادي تجليس. وغادي تقول لنا كل شي باش نواجهها بالحقيقة. ياسر في الول كان كي يحاولي ننكر. ولكن في النهاية قال لهم ان هو وروس كانت فعلا بيناتهم علاقة في المراهقة. وعلاقة كاملة. يعني في الوقت ديال المراهقة. هو اللي في صد البكرة ديالها. ودوز مع واحدة المدة. ومن بعد ما يعني من بعد ما ولفها ودوزه وقت طلعت لف راسه. وخمه كانت باقي تزوجه بها ولكن هو ما كانش كيبغيها خصوصا انها سلمت له راسها بسهولة. يعني البنت وخها كانت بقى صغيرة. دارت مع علاقة كاملة. يعني اول ما مشت مع هالطار خلت يدير فيها ما بغى. الروس فعلا كانت كتبغي يسير من لي كانت صغيرة. وهذا خطأ كبير يديره الوليدي. كيحاولوا يخطوا الولادهم بزواج محدد من لي كيكونوا صغير. فلان عيد زوج فلانة. وكيبقوا يروجوا هادش. فلانة 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 فلانة. من اللي كيكبروا الدراري. كيبقى هاد كلام في دماغه. وهادش كيخلي واحد طرف يبقى معلق بالاخر. وخها واحد في يوم يكون عنده غرض بالزواج. الاخر كيبقى قانع له. يعني عايش على ذاك الامر. وهادش اللي وقع له هاد البنت هدي روس. ودك شعلاش. من اللي كانوا في السن دينا المراهقة. من اللي ادها مع اهل الطار. سلمت له الجسد ديالها. بلاتها مقاومة بلاتها اهضرها بلواله. لانها ترسم لها في راسها بانه راجلها. زوج ديالها المستقبالي. كانت تقول فينا المو غادي نزوجه. او ما غادي يكون حتى شي مشكي. هنا المحققين عارفوا الناروز. عندها دافية قوية. باش تصفيها الالف. من اللي مشوا عندها وسهولوها قلت لهم. انا ما قتلتهاش. الاف. كانت يعطي يعني اذهب باش نبيه. وتانوياك غادي نديره مشروع بوحديتنا. ولكن ياسير اكد لهم ان هاد الكلام ما كانش. مستحيل ان مراته تدير شي حاجة بلا ما تشاور معه. وبلا ما ترجع لي. بدات كاته دار وكاتقول لهم. انا مدرت شي حاجة. انا بريئة انا كادا والك المحققين استمروا في الضغط عليها حتى نهرت وبدأت كاتبك. قلت له من هي سبابي باش انا وياسير ما تزوجناش. انا وياسير كنا كنا نبغي بعضيتنا من اللي كنا صغر. ولكن من اللي جاة هاد اللفعة دي الالاف. قاتلت دور بيح تقرر انه يتزوج بها. وسمح فيها انا. وخه هو اللي ضياني في حياتي. ضياني في شرف دياني. كنت نقول معرصة ان الوقت غادي يجي. وغادي تزوج بها. كنت مخليها على خطره. روز كانت شخصية هادئة. مكامية. روز كانت متأكدة ان خالتها غادت ضغط على ولدها باش يتزوج بها. قلت لهم ما بغيتش نضغط عليه بزاف. وكانت سنة لفرصة باش نكون انا وياسير مع بعض يادنا. ولكن من اللي جاة تزوج بالاف. حسيت ان الدنيا كاملة تحت ليفوغراسي. المحققين هنا عارفوا ان روز هي اللي قتلت الاف. بدأوا يسولوا اكتر باش يفهموا من التفاصيل ديالجريمة. اخيرا الروز قررت تعترف لهم كل شي. قلت لهم اللي صافر ياسير المانيا. قلت كالراقب الاف. وعرفت ان الروتين ديالها اليومي انها كتفاق كتبشي الجامعة ديالها مراكبشي الشركة. يعني عرفت تحركات ديالها. وعرفت ان المساعدة كتتخش من الدار في وقت محدد. معدك السبعة سبعونس ديال الاشياء. اذا موقفت السيارة ديالي وتأكت ان الانسياج ديال العمارة كان في البيت دياله. وما كانش كي يشوف شن واقع. طلعت الدار ديالها. دقيت الباب. وفتحت لي ايلان. وكان باين عليها انها كانت كانت تقعد في الدار كانت تنظم فيها. وكانت وجد دراسها باش الناس. ايلان بسولتني شنو بغيتي. قلت لي هارا بغيت ندير مشروع. وبغيت نشاور معك. وبما ان الاف كانت واحدة اللي فعلا يعتمدوا عليها. قبلت اني انجلس مع واحد شوية. بعضها ما تعطني نصائح وكادا وكادا. ديك الوقت هي مشت المطبخ. جابت لي واحد قراءة ديال العاصر. جاب جوش كيسان وحطت مقدامي. ودخلت باش تبدل حواجها. ها ديك اللحظة استغلت الفرصة. جبت نصصك ديالي واحد. نغبرها مخطيرة. او كبيتها في الكاز ديال العاصر ديال الاف. من اللي رجعت وقلت معي. بدات كتقول لي رغسلت فمي. ما بغاش نشرب شي حاجة. ولكن انا كنت مصرة لها. انها تشرب معي. شرب الكاز ديالها. او فعلا بدات كتشرب شوية بشوية. مهم ديك ساعة استمر طروس الهضرة معها. جموع وكتشاور معها. مع الوقت بدات الاف كتحس براسها كيتقلع لها. بدات كتفقد الوعي. قلت لهم ديك ساعة جريتها لغرفة ديالنا. قلت ناس. حيت لاحويشها. طويتها. ورميتها فوق النموسي. قلت لهم حيت احت الملابس الداخلية ديالها. وحطيتهم على الجنب. باش نبين انها كانت في وضعية غير لائقة. من بعد جبت الموس. الموس اصلا جبته معي. وبديت كان طعن فيها بواحد الغل كبير. ما كتش كان حملها. طعن تحتها في الوجه ديالها. في العنق. في الكرش ديالها. كتحسب واحد الغضب كبير من ناحيتها. الغضب كان كي يخرج مع كل طعنة كان نغرسها فيها. روز كملت الحكاية ديالها البوليس. بدأت كتشرح لهم كيفاش قتلتها. كيفاش تمادت. قلت لهم ديك ساعة ديك نقلب في الطارب. ديك نقلب ديك البوار ديال المجوهرات. هزيتهم. هزيت الفلوس اللي كانوا محتوظة نهتمة. وبغيت نبين ان الجريمة كانت بدافع السرقة باش نغطي على الدافع الحقيقي ديال الجريمة. هزيتهم مشيت المطبخ. غسلت الموس. غسلت الكيسان. مسحت اي بصمة اللي ممكن تخلي ديالي المراية. من بعد خرجت من الدار بكل هدوء. ركبت السيارة ديالي. وارجعت لدارنا. دوجت. كل شيء كان عادي. حتى الغضب ليه مشيت الشركة كأنها موقع حتى شيء هجم. المؤخرا من بعد ما سمعوا الاعتراف ديال روز. كانوا متأكدين من الدوافع اللي خلتها تقوم بالجريمة. روز كانت معروفة بالهدوء ديالها. وما كانش كانت تظهر عليها اي علامات ديال العنف او الغضب. ولكن الجرح العميق اللي كان عندها بسبب فقدان ياسر هو اللي يدفعها انها ترتاكب هاد الجريمة الباشية. ما من بعد المحاكمة تحكم على روز بخمسة وعشرين عام ديال الحبس. على هاد الجريمة ديالها اللي دارت. حاجة وحدة اللي بقات في هالشك هو ان الزوج ديال الروز كان سافرها ديال ربع ايام وهو ما في طبيب الشرعي ووجدها الخطأ الله يعلم. كي يقول بان عاد مارسة علاقة قبل ما تقتل. هذي بقات علامة استفاة. العبرة اللي نقدر نستفيده من القصة هو ان الماضي ما كيموتش بسهولة. بعض الاخطاء اللي كدر في الماضي كيبقى عندها تأتي كبير على الحاضر والمستقبل. خاصك تعمل مع الماضي بطريقة ناججة وعاقلة. باش تقدر تحمي خاصك من المشاكل اللي عاجية في المستقبل. عاود خاصك تحكم في الغضب ديالك. حيث الغضب والغيرة يقدروا يدفعه الانسان يدير شي حواج خطيرة اللي ميمكنش تصحهم من بعد. خاصك تحكم في المشاعر السلبية بواحد الحكمة بواحد الرصانة. خاصك عاود تختار بطريقة واعية الشريك ديالك في الحياة. اختيار الشريك المناسي لكي يكون مهم ومهم بزر. ما الافضل يكون توافق كامل. وفهم متبادل بين الطرفين باش نضمنه حياة مستقرة. مهم لايك تباليه ما كاتب خير اللي يخرجنا نضع لعب بلعب. الله يرزقنا حسن الخاتمة. ويجعل اخنا حسن اولنا ويجعلنا خفاف درافع لقلوبكم ويرزقنا الصح او السنة مواطن العمل خوتي اخواتي. 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 اخواتي ان شاء الله في نفس المواحد. صلى الله. اخواتي قناط اخواتي ان شاء الله تست 강اة اخواتي. اخواتي اخواتي ان شاء الله على قناة اخواتي اخواتي him 즐قوية اخواتي اخواتي اخواتي. اشين campốcennes